تجربة مصرية يتيمة ابن الأرندلي 2009 ليه معتها؟ لأنه كان تصويره هون بسوريا يعني أنا صورت هون بسوريا كان اخراج الأستاذي للشربجي وكان بطولة الدكتوريح الفخراني واشتغلت هون بناء على طلب من السيدة للشربجي كنت الموثل السوري الوحيد مع لورة أبو أسعد صح؟ لا مع لما إبراهيم لما؟ لما عملت الدور نعم ما عادت أبدا؟ لا 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 أبدا مصر مانا ما كانت مجلسك؟ لا لا أبدا اللي راح على مصر كيف شفتون؟ طلقان وظراف مين بدع؟ يعني أنا بدع يعني تيم حسن بالملك فاروق بدع بدع جدا وباس الخياط يعني حتى قصي بالخداوي عندك مشكلة باللهجة المصرية؟ لا لا أبدا هي باشا قامد قوي؟ اه قامد قوي أيضا جوكة عزيزة قلت لي اعتذرت عنه صح؟ في شي من إخراج باسم السلكة عملت شي معه؟ هلأ 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 أنا نصور يا الله كل ما بدي لا تقلي نسيت اسمه تذكر اسمه هو عندما كزل حب يعني بس هاي اللي بالنص في ليلة السقوط كمان شاركت فيه هلأ عم نصور مسلسل اسمه مع وقف التنفيذ اخراج الاستاذ سيف الدين سبيري من لجت فيه أول تنبارح نعم وتأليف الاستاذ يامن حجلي وعلي وجيه اللي هن نفسه نعملوا مشروع كافل كتير حلو على صحابة صيحة على صفيح ساخل سواء هنن والمخرج نفس التوليف تجربة تانية تجربة تانية وإن شاء الله يعني متوقعين انه تكون تجربة كتير مهمة وهلأ بدي بلش يعني تصوير بتصور الاسبوع الجاي مع سيدة رشار بتجيب لمسلسل اسمه كسر عضم حلو نضميت لنقابة الفنانين يمكن بتخيل بي عام 1998 اليوم علاقتك كيف النقابة؟ جيدة يعني علاقتك جيدة كيف كانت مع الراحل زهر رمضان؟ كانت جيدة كتير بالبدايات يعني بعدين بس دخل بعض الاشخاص وكان يعني طبعا الله يرحمه ويغفر له يعوضه الجنة ويسامحه يعني انا سعيد جدا انه باخر فترة بحياته ورجعنا صح بأنوية يعني كان رح يكون الخبر مؤذي جدا لألي لو كان لسا في خلاف يعني انا بالمؤتمر العام الاول بعد ما صار نقيب يعني بعد مرور سنة كونه انا عضو مؤتمر رحنا على المؤتمر واجتمعنا وبوصنا بعض واعتزرت وقته وغادرت للمؤتمر بعد شي نص ساعة أو ثلاثة ربعة ساعة كنت مسافر لأنو وبعد ما رجعت من السفر رح تزرته بمكتبه وبنقاط الفناني بمكتبه كنت اول مرة بتزوره بعد خلاف بعد الخلاف كان الخلاف صار له شي سنتين وخلاف له علاقة يعني بانو بس يعني هو كان الله يرحمه بس يعطي ادنه للعالم يعني يسمع الشغلات احنا اساسا يعني مستحيل اولى وانا كانت علاقتي جدا 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 طيبة فيه يعني انا اخر مسلسل صورته انو بياه كان اسمه عطر الشام نعم كنت ايده اليمين بالمسلسل يعني كل مشاهدي معه نعرف شلون يعني كتير كنا موالفين على بعض ونمزح ونضحك باخر لقاء معه كان بحوار في اي بي من اشهر يعني من قبل وفاته يمكن بثلاث اربعة شهر قال لي انو كان صحبي مع الكل او اغلب الاشخاص اللي كان هاي رجعوا رجعوا اكيد يعني رجعنا وانتلق انا احد الاشخاص رجع لزرته بمكتبه وعدت حوالي ساعة وربع وكانت موجودة معي وقتها الزميلة طماضر غير طماضر اليوم النقابي شو انت والنقابي اليوم انك تكون بنقابة الفنانين شو ميزاتها شو عم تقدملكوا النقابة الفنانين هلا النقابة يعني الى ميزات كتير اولا انت كممثل اذا بدك تشتغل وتستمر بها المهنة فلازم تكون نقابي لانه باي لحظة ممكن يطلع اي قرار من مجلس الادارة او المؤتمر العام للنقابة الفنانين انه اخي عدم مزاولة المهنة لأي شخص لا يحمل صفة نقابة وصارت مؤخرا مع البعض بتصير مع البعض او بدك تضطر تقدم اذن عمل وقت تقدم اذن عمل في عندك مبلغ كبير بدك تدفعه وبتصير ضريبتك بدل ثلاثة بالمية عشرين بالمية الى بدل تقاعد يعني انت مجرد تطلع على التقاعد فيه الى مبلغ بتاخده معين وبصير الى كراتب تقاعدي والضمان الصحي من الشغلات المهمة جدا اللي قدمتها بزمانه نقابة الفنانين وما زالت عم تقدمها بس مو مثل الاول للعمانة يعني يعني احنا كان اي واحد منا لا سمح الله امرض هو او زوجته او اولاده مشفى الاسد فاتحه كل بوابه لا استقبال احصاب النقابة اي فنان على حصاب النقابة بعقد كان معمول بين نقابة الفنانين وبين مشفى الاسد جامعي بتصور يمكن هلأ انتهى العقد حتى بعد الوفاة يعني بيطلع له النقابة بعد وفاته الله يرحمه يعني يكون مبلغ تعويض اللي هو ممكن بيضربه رقم معين ضرب اعضاء النقابة نعم وبياخده هذا المبلغ بياخده اسرته يعني حسب اليوم شو رسالتك لالون شو مطلوب منهم اليوم بالمرحلة الجاي هلا اكيد اذا حيكون فيه نقيب جديد وحيكون فيه آلية جديدة اكيد اكيد بنتمنى كل اياتنا نورعنا كنقابيين وكون احسن يعني تأمين فرص عمل اكتر ما فيه شك انه هنين عم بيامنوا فرص عمل لكتير من النقابين وتحديدا الموسيقيين يعني ما بتصور فيه موسيقي بهالفترة قاعد ببيته بدون شغل نتمنى هاي القصة تنطبئ كمان على الدراميين نعطي فرص اكبر للناس اللي بتستاهل انه تشتغلوا والفنانين اللي ينسيوهم العالم بسبب انه فعلا انتي الممثل اذا غاب سنة سنتين بينسوه العالم فما بالك شركات الانتاج نتمنى تسليط الضوء على هدول الناس اللي هنم بيحاجة جدا لشغل نتمنى الضمان الصحي يكون كعرض افضل بالنسبة للفنانين والنقابيين ومنتمنى انه يتحسن دخل المتقاعد ممكن ترشح حالك للمجلس الجديد ممكن رشح حالي يعني لهلا لسه ما في قرار نهايي بس ممكن رشح حالي بس مو لنقيب يعني يعني برشح حالي للمجلس بس مو ما يكون نقيب بالسينة ما عملت فيلم خارج الضغطية عام 2007 عملت فيلم ليش بس واحد يمكن او اتنين بتخيل ايام الضجار وهلأ اعملنا فيلم اسمه الحكيم مع الاستاذ باصل الخطيب وبطولة الاستاذ ذريد الحام تحياتنا لعبداللطيف عبدالحميد والحمد لله على السلام لا الحمد لله احسن ليه تجارب قليلة مقارنة مع سنوات؟ ما في يعني هي عرض وطلب القصة يعني انا ما سبق واعتذرت عن فيلم سينما بستثناء مرة واحدة كان بفيلم الاب مع الاستاذ باصل الخطيب لانه قبل التصوير بيومين ضغطت وكان صار صعب اني قدر صور فرحت لعنده واعتذرت خجلا يعني اعملت يمكن فيلم تلفزيوني كان عن الام اللي بيع امه ام للبيع كان فادية خطاب فادية خطاب المشهد الكتير لهلأ متداول عبر السوشال ميديا ايه اكيد يعني هو من المشاهد الكتير تداولوا على السوشال ميديا بكيت انت طبعا الواضح انك تعم ببكي يعني وعم ببكي بدون محرد بدون شي هو الموقف انا لهلأ اذا بتفرج عليه ممكن ابكي يعني انا اللي ممثله للمشهد بس هو يعني يا اخي هي فضعت الام 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 موضوع حساس جدا يعني الام والاب موضوع حساس جدا 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 يعني ما فيك تكذب فيه وفادية خطاب وعملت دور اكيد يعني عملت دور عملت كل جهده بهذا الدور وطلعت بأحلى حالة يعني عملت بمجال الاعلانات التجارية لفترة بين 93 لل95 انت ضارب لي فيش قبل ما اجيه ضارب لك فيش نظام يعني جاي بكل المعلومات ما شاء الله الاعلانات عملتها لسنوات اليوم في نجوم نجمة نور الاعلانات ان كان هيفا ووهبة ما عم بحكي بس صبايا وشباب يعني كاتيا كاعدير انطلقوا من الاعلانات شباب عملوا كمان راحوا على الفن ليه ما كفيت هذا المجال لا انا ما تركت الاعلانات وتجاهت للتمسيل يعني شو بتتذكر من الان شو كنت عمل هنديكو ولا علكة ولا شو كنت عمل عملت هنديكو عملت لهفي عملت صابونة النحلة عملنا كتير شغلات يعني اليوم تتفرج على اليوم ستار ميكس طبع اسمك انا اسمي ستار ميكس هدول اليوم ما ننديعيات لانو اصلا ما بقى لا ما عادوا موجودين يعني صابونة النحلة صابونة النحلة صابونة طريق وطبع لحفي يعني هي من اكتر الاعلانات اليشارت في انو ليش بس تاكل ندفي من لهفي بترقود بلهفي على لهفي لا تكفي الشقفي من لهفي بس خبرنا ليش كنت تتسجلون بصوتك؟ لا كانوا غالبيتهم بصوت استاذ هواز جابير وكان في معو احدا يدائينا يساعدوا بالصوت اسمه حسان حمدان اتنين بوجه لون تحقيق نعم هيدي التجربة ما بقى كررت في نجوم كبار اليوم عم يعملوا اعلانات الاعلانات نوع من انواع الفن يعني ما شغلة معيبة بعض بنتقد بيقولك انه ما معهم مصاري عم يروحوا على الاعلان ملقوا الشغل راحوا على الاعلان ومصاري راح اشتغل مسلسل يعني ما هذا الشغل وهذا الشغل يعني والاعلان هو نوع من انواع الفن يعني عفوا بامريكا اهم نجوم العالم بتعمل اعلانات اهم نجوم الرياضة عم يعملوا اعلانات اهم نجوم مصر هلأ بتعمل اعلانات ما نكدد لا لا ابدا نعم نتفرج على كأس الاموم الافريقية بتلاقي الاعلانات فيها كل نجوم مصر من احمد حلمي لكريم عبدالعزيز لأحمد عزد لمنزكي لتقيت من حدا من اللي صاروا نجوم ان كان هيفا وهبي ولا هدول اللي كانوا يعملوا بسوريا هون لتقيت اه يمكن بكاتيا كاعدي بدبي كنا معزومين على عشا والتقيت فيها كان صلي بحدود الخمس وعش ايه طبعا لعنية ضلت عم تشوفني على التلفزيون هني بعدين رجوا عملوا عارضة ازياء هني ان كانوا موديل بالاساس يعني من هيفا وهبي لديكور بردويل لكاتيا كاعدي تاريخ من هواياتك كتابت من نصوص الأدبية شو بتكتب؟ كنت اكتب نصوص للإزاعة حصرا يعني من كتر حبي للإزاعة اه صرت اكتب للإزاعة كتبت ثلاث مسلسلات كل مسلسل كان خمسة عشر حلقة وكتبت شيء ثمين سهرات إزاعية يعني مدة خمسة وعبين دقيقة آخر مرة كتبت شغلة اسمها يوم طويل جدا رفضت اما تبطلت اكتب مين رفض لك؟ القارئ عماد الدين إبراهيم فبطلت اكتب واليوم اذا فتحوا لك المجال رفضت بطلت اكتب لأنه هو رفض يعني رفض طبعه في شيء ممنطقي شو كان الرفض؟ هلأ أنا كتب عم بحكي عن حالة انه حدا بيكتشف انه مريض مرض معين وبينفروا منه العالم اللي هو مرض الإيدز يعني وبآخر لحظة بيكتشفوا انه كان فيه غلط بالقصة فاللي يعني انه ما معقول يغلطوا بيهي قصة ما معقول يغلطوا بيهي قصة بيكل يوم بالمستبعدين عبي يغلطوا بتحليل ما رح يغلطوا نفس القصة يمكن رياضة كمان منه هوايتك صباحة كرة القدم حدا قال لي مين بيشجع انا رياض مدريد ومحلية عملت مع المخرج لنا عبداللطيف حكينا عنه حتى انت جريح اعتذرت منه اديت شخصية المقدم قصي شخصية سلبية بمسلسل عينية مشددة صحيح جوك وترتيبك الشر والسلبي والله ما بعرف ليش معنى انا بالحياة جدا 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 مسالم بالحياة بتخاف تتنمط بشخصية معينة ايه طبعا اعتذرت شي مرة انا بنفس السنة كنت عامل بنفس الوقت تقريبا بيناتهم شهر او خمسة عشر يوم او عشرين يوم صورت عينية مشددة المقدم قصي وصورت بانتظار الياسمي شخصية ابو عزيز المهجر المشرد ليما معي اياكل ويشفر وكذا هون طيب وهون تماما يعني كلفت بادارة شركة اي بي سي اي بي سي للانتاج والتوزيع الفني ما نجحت بالعمل الاداري لا الامور ماشية الحمدلله بس بالفترة الاخيرة يعني بعدت عن الدوبلاج بشكل نهائي يعني صرت مدير بالشركة بما يخص الدراما فقط بس وليس لي اي علاقة بالدوبلاج لا من قريب ولا من بعيد ورغم انك عملت للتجربة بس ما ما حد خلاص يعني حسيت انه عم تاخد وقت وتسرق وقت كتير يعني فمشان نهتم بالدراما اكتر شو صار مسلسل فارس وخمس عوانس ليلة هلأ ما بقرار من رئيس مجلس الادارة دكتور عدنان حمزي هو ما بده يعرضه مع انه صار في نزاع قضائي انتهى لصالح شركة اي بي سي بس الدكتور عدنان اخد قرار انه ما بده يعرضه فيه خلل عليه فيه لا لا ابدا ابدا ما بده يعرضه والانتاج اللي تكلف واللي صار خلاص يعني هو راح وقته يعني اي حدا بدك تعطينا محطات خلاص صار مسلسل قديم مطلوب صار عليه اشكاليات كتير يعني هذا السبب اللي وقته بيجلسة من الجلسات انا ما اللي عنده خلاص انه انا ما بدي بيعهم اشتركوا في القناة